أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة من خلال خفض التصعيد سواء بالأراضي الفلسطينية أو إقليميا بالنظر لخطورة الدخول في دائرة مفرغة من الرد والرد المضاد وبما لا يخدم مصالح كافة شعوب المنطقة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس القبرسيني كاسا خريستوليدوس جرى خلاله تأكيد مواصلة تطوير العلاقات في مختلف المجالات سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع اليونان وعوضح متحدث الرئيسة أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية حيث استمع الرئيس القبرسي إلى رؤية الرئيس السيسي بشان ما تشهده المنطقة من تصعيد وقد استعرض الرئيس السيسي في هذا الصدد أولويات الموقف المصري والجهود المبذولة لوقف التصعيد في قطاع غزة مؤكدا خطورة استمرار الحرب ومحذرا من استمرار تدهور الوضع الإنساني داخل غزة كما أكد الرئيس السيسي ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة من خلال خفض التصعيد سواء بالأراضي الفلسطينية أو إقليميا بالنظر لخطورة الدخول في دائرة مفرغة من الرد والرد المضاد وبما لا يخدم مصالح كافة شعوب المنطقة من جانبه ثمنها الرئيس القبرسي الجهود المصرية مؤكدا حرصه على التنصيخ والتشاور مع مصر في إطار جهود تجنيب الإقليم وإيلات الحرب ومشددا على دعم بلاده للبيان المصري الأمريكي القطري بشان مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة وشهد الاتصال أيضا تأكيد موقف الدولتين حول ضرورة دفع المصاري السياسي القائم على حل الدولتين باعتباره طريقة تحقيق السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة